بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في هذه الآيات إشارة إلى معجزة النبي صلى الله عليه وآله المعجزة الخالدة التي تزيل كل شك وريب عن الناس إلى يوم القيامة وهي معجزة القرآن الكريم وإن كنتم خطاب للكفار الذين ينكرون هذا القرآن ويعتبرونه من صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وتزعمون أنه ليس من عند الله تبارك وتعالى الله يتحداهم فأتوا بسورة من مثله ولو سورة واحدة من مثل هذا القرآن الذي أنزلناه ولو كانت سورة قصيرة مثل سورة قل هو الله أحد أو سورة إننا أعطيناك الكوثر اللي هي أصغر سورة في القرآن الكريم جيبوا لنا سورة واحدة مو أنتوا وحدكم لمزيد من التأكيد الله يتحداهم لا تقوموا بهذا العمل بمفردكم استعينوا بكل من يشهد معكم استعينوا بكل الخلائق استعينوا بكل شيء سوى الله تبارك وتعالى وادعوا شهداءكم الذين يشهدون معكم أن محمد صلى الله عليه وآله ليس بنبي الذين يشهدون ويقولون أن القرآن ليس من عند الله ادعوهم جميعا ليساعدوكم في الإتيان بسورة واحدة طبعا من دون الله أي كائن ما كان غير الله سبحانه وتعالى ادعوهم فليأتوا بسورة اجتمعوا جميعا للإتيان بسورة واحدة مثل أصغر سورة في القرآن الكريم إن كنتم صادقين في ريبكم وشككم وزعمكم وقولكم الباطل أن محمد صلى الله عليه وآله ليس بنبي وأن القرآن ليس منزلا من عند الله تبارك وتعالى إذا محمد صلى الله عليه وآله مو نبي فهو إنسان عادي فيمكن الإتيان بمثل كلامه نحن نتحداكم اجتمعوا جميعا وأتوا بمثل هذا الكلام إن كنتم صادقين هذه الجملة لتحريك عواطفهم ليخوضوا ميدان المبارزة فلإثبات صدقكم ودعواكم فأتوا بسورة صغيرة فإن كنتم عاجزين دل ذلك على كذبكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الصراع بين الحق والباطل مستمر يجند الطرفان كل قواهم للغلبة ومن القوى التحدي وطلب المبارزة وتحريك الخاصم ليثبت في النهاية عجزه عن إثبات دعواه فيثبت قول صاحب الحق لذا في هذه الآية الله تبارك وتعالى يؤكد على التحدي لإثبات عجزهم فإن لم تفعلوا ولم تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن ولن تفعلوا هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأنهم لن يفعلوا ذلك أبدا ما يقدرون إذ القرآن معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله فلا يمكن لمخلوق الإتيان بمثله هس لي متقدرون وللأخير متقدرون فاتقوا لا تكفروا لأن عاقبة الكفر النار عاقبة تكذيبكم لرسول الله ولكتاب الله هي النار شنو مواصفاتها النار التي وقودها الناس والحجارة الوقود يعني الحطب وأي شيء اللي يسبب الإيقادة والاشتعال حطبها وما يسبب إيقادها وما يشعلها وقودها الناس والحجارة اللي يسبب اشتعال نار جهنم ما يحتاج إلى حطب الناس تشتعل هناك الحجارة تشتعل هناك ذكر الناس لتهويل الأمر لمزيد من التخويف وذكر الحجارة للتشديد والدلالة على عظمة النار يمكن المقصود من الحجارة الأصنام التي كانوا يصنعونها بأيديهم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم وذكر الحجارة للتشديد والدلالة على عظمة النار لأن الحجارة لا تفنى متنتهي النار تشتعل بيها ومتخلص مو مثل الحطب فتكون هذه النار دائمة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين هويئت هذه النار للكافرين هذه عاقبة من يكذب شنو مواصفات هذه النار التي علينا أن نحذر منها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إن ناركم هذه نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وقد أطفئت سبعين مرة بالماء ثم التهبت ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطفئها وإنها ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار نار الدنيا تؤتى في يوم القيامة وتوضع على النار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه فزعا من صرختها هذه النار أعدت للكافرين المكذبين بكلامه يعني بكلام الله بكلامه ونبيه أعاذنا الله وإياكم من هذه النار ومن عذاب الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين